فقد طفل من النازحين احدى عينيه بقصف صاروخي حوثي استادف حيا سكنيا في مدرية الغيل بمحافظة الجوف وقال مصدر طبيعي ان طفلا نازحا في الثامنة من عمره يدعى محمد حميد ابراهيم فقد احدى عينيه جراء قصف حوثي بقذائف الكاتيوش على حي سكني غرب قرية الغيل ولفت المصدر الى انه تم نقل الطفل محمد حميد الى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج وتستادف مليشي الحوثي المناطق السكنية في الجوف بالقذائف الصاروخية تزامنا مع الخسائر الموجعة التي تتلقاها في جبهة القتال